في ازمة مشتعلة ما بين النادي الاهلي واتحاد الكورة بلاش الجهاز الفن المنتخب مصر خلانا نقول اتحاد الكورة لانه في مباراة متحددة في كاس مصر ما بين الاهلي والالمونيوم يم 29 مايو وتحطت وتقال انه مثلا قاليو ديانج علي معلول وسامة بو علي اي حد محترف بير سيتاو من حقه نلعب المباراة دي كل اللعيبة الاجانب المحترفين من حقهم نلعب لكن اللعيبة المصريين اللي في المنتخب مش من حقهم نلعبه طبقا لانه معسكر المنتخب يوم 28 ومباراة الاهلي مع نهاي افريقيا ان شاء الله هتبقى يوم 25 ايه القصة الاهلي بقولك انا عندي لوائح بستند اليها انه حضرتك تبدأ الاجندة الدولية اتفضل خد لعبتك ده نمرة واحد وانه لا يوجد باند في لوائح الفيفا يقول لي اعمل غير كدس طيب ماشي بس الظروف والمنتخب ومطشين مهمين جدا لكاس العالم قال لك والله يا عم انا ما عنديش ادنى مانع انت حضرتك انت عايزهم يوم كام قالوا يوم 28 قالوا لا خدوا يوم 30 قبل الاجندة بتلات ايام طب ليه يوم 30 لانه كولر قعد مع ادارة الاهلي وقعد مع لجنة تخطيط قال لهم انا لعبتي مرهقين جدا 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 ومحتاجين على الاقل لخمسة ايام راحة خمسة وعشرين الاجازتهم تخلص يروح يوم 30 للمنتخب غير كده ما ينفعش فاتحاد الكورة قال لك طيب انا هعمل لك حاجة كويسة انا هاجل مطشك مع الالمونيوم وفي المقابل هاجل للزمالك وفي المقابل هاجل لبيرامدز الاهلي قال له انا مش فرق معايا التأجيل انا بقول لك كواليس كواليس قال له انا مش فرق معايا التأجيل خالص مضوع التأجيل بالنسبة لي ما يهمنيش لا من قريب ولا من بعيد انا فرق معايا راحة اللعيبة لانه قال له كمان التأجيل بيعمل علي حمل بتحطهولي بتحشرهولي في وسط الدور العام وانا اصلا اللعيبة عندي خلاص انهاكت تماما فمضوع التأجيل ده ده ما يلزمنيش